ذهب السودان أين يذهب؟ سؤال مشروع لدولة تنتج أكثر من مئة طن سنويا في المتوسط لكن ذلك لا ينعكس عليها وعلى مواطنيها اليوم وبعد إجراءات جديدة بفك احتكار الجهات الحكومية لتصدير الذهب متغيرات كثيرة قد تحدث يرجح أصحاب الشأن أنها نحو الأفضل الغطاء الخاص له دور كبير جدا وبإذن الله هذه التجربة إذا ما واجهتها صعاب ومعويغات ستكون ناجحة جدا جدا وفي مدى غصير جدا ما مدى طويل لأنه الذهب دورته سريعة جدا في خلال 24 ساعة بيجي الحصيل العائد بتاعه ما زي السروة الزراعية والسروة الحوانية والكيد الدك بتأخذ جزا من الزمن بعد سماح الدولة للقطاع الخاص بالدخول في مجال تصدير الذهب من المتوقع أن يسهم ذلك في اتزان سعر الصرف وإنعاش حركة الاقتصاد إذا استمر معدل التصدير بهذا المعدل كل أسبوع يعني اثنين طن أو أكثر أو كل عشرة أيام يمكن أن يحدث التطور في قضية زيارة حصيلة الإيرادة من نغضي الأجنبي بما يعادل توفيل الاحتياطة الضرورية الأساسية القضاء على عمليات التهريب الواسعة التي تتنوع وسائلها عبر المطارات والموانئ البحرية والحدود كانت من أهم مسببات القرار الكمية المهربة كانت كمية عالية من الذهب اللي ينتج في السودان وكانت بسبب تفاوت الأسعار ووجود أكثر من سعر للذهب والآن أصبح سعر موحد نفس السعر التي تجدها في البورصات المختلفة تجدها في سوق الزهب في الخرطوم مشاكل ممتدة ظلت تحاصر ذهب السودان وهو في باطن الأرض حتى مفارقته الحدود لكن اختلاف السياسة التي امتدت لسنوات عديدة من شأنها إعطاء فرصة أمل جديدة لني عقوب العربية الخرطوم